ارجع بقى عشان نجيبها بالأول دي دي مهم أول لقطة دي ققف هنا بقى يا جلال بص يا كابتن دي كرة لحسب الضرب الجزاء بص الكهرباء فين كهرباء هو قدامنا هو وجنبيه أحمد سامي بص الكرة فين الطبيعي في كرة دي كده أحمد الشناوي يبقى فين قريب شوية دي يبقى على خط 18 يبقى على خط 18 ويبقى فين مرحل الناحية دي هنا ناحية الباكليفت ناحية محمد ناحية الباكليفت هنا محمد حمد محمد حمد مش كده ولا ايه صح امشي بقى باللقطة واحدة واحدة امشي كمي بص كهرباء بيجري من هنا كابتن من نص الملعب برو بلنص بصوا امشي بص بقى بص شنو عمال يرجع وقف بعيد بص الكرة طبق دخل الجوة 18 بقى دي المفهود يا كابتن كريم الكرة دي الطب تلاقي مين شنو الشناوي بسكها من هنا من هنا من الحتة دي صح بصوا الراجل عمل ضرب الجزاء امشي بقى كمان لا امشي امش امش اقف بقى هنا كده اقف بصوا عمل ضرب الجزاء جوة 18 بقى دي بحوالي 6-7 يارضا وكهرباء جاري من بره 18 دا بعد ما عمل ضربة الجزاء كمان احمد شناوي بدأ يفكر يخرج بص كابتن كريم احمد اول لو رجع زي ما بقولك احنا بالاول رجعت لك معش دي لقطة مهمة دي لقطة مباراة دي لقطة ضربة الجزاء بص من هنا يعني اللقاتي بتقولي ان احمد شناوي مسئول مسئولية جبيرة طبعا بص كهرباء جاري منين يا كابتن بص كهرباء واقف فين يعني يعني طب باينة 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 كهرباء هنا هو امشي الكرة دي كابتن كريم باينة انها هتطب ولا مش هتطب باينة هتطب 100% محدش هلمسها خب بالك الملعب هناك او استاذ القاهرة هنا بتعرف ان الملعب دلوقتي بتتراشي قبل التسخين وبعد التسخين وبين الشوطين طبعا فطبعا نيجلها هناك نعمة جدا اي طبة للكرة على الارض كرة بتعمل ايه بتجري بتجري مسافة لها كلها عن 5-6-6 يارضة وده اللي حصل في اللعبة دي بس هم حاجة بانا مقدر ان الكرة دي هتعمل ايه الطبيعي ان انا استنها في الحتة دي بص قبل ما طب بص كرة راحت جريتها دي يا كابتن كريم بص بقى هنا فهم جريين الكل حمل احمد سامي مسؤولية ضربة الجزاء بس قبل احمد سامي يتحمل مسؤولية احمد الشناوي بقول لك يا كابتن كريم الكرة دي محمد احمد الشناوي يقف على خط التمنتاشر ويرجع خطوة بجوة التمنتاشر يمسكها فين اول ما الطب بتاعنا بقيت كرة سهلة خلاص بقيت كرة سهلة جدا احمد احمد سامي مش هيجري وكهربا مش هيجري صح ولو جري خلاص يفقيد احمد شناوي انما هو عمل يرجع انه هو تقديره ان الكرة دي ممكن حد فيهم يستلمها قبله من الطب بس واضحة جدا ان الكرة تعمل ايه هالطب لا احمد سامي قادر يستلمها قبله من الطب ولا كهرابا ده كهرابا بعد ما كرة طبط عدى مين عدى احمد سامي فهنا في خطأ كبير جدا من احمد الشناوي لان كان لازم يبقى مستني الكرة دي وهي بالطب يمسكها في ايديه عظيم كان حل المشكلة يبقى هنا عمل مشكلة كبيرة جدا بسبب اضحة جدار بالجزاء واحرص منها ان النادي الاهل هدف وكسب السوبر بكرة سهلة كان ممكن احمد الشناوي يخلصها من بادر اوي وده على فكرة هنشوف لقطات طبعا مش عارفين موجودة معانا ولا لا لقطات كتير لمحمد الشناوي خد كور كتير بالشكل ده يلا نخلص دي يا جماعة نخش بقى على لقطات محمد الشناوي